السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الثاني من الفصل السادس وهنتكلم فيه عن قرار التجهيز للافتتاح تتضمن هذه المجموعة مهمتين أساسيتين اللي هما تجهيز المكان من حيث التنظيم الداخلي والتركيب واجراءات والاختبارات بتاعته ثم الترويج وتنظيم لحدث الافتتاح وده هنبدأ فيه بالمهمة الأولى اللي هو تجهيز المكان زي تجهز المكان اللي حضرك هتبتدأ يشتغل فيه بعد استلام المكان بتاعك والمكان ده طبعا لازم يكون مناسب وتوفير الأصول السابطة اللي حضرك هتشتغل بيها المعدات والآلات للتشغيل تبدأ عملية التجهيز لبدء ممارسة النشاط وتختلف إجراءات تجهيز المشروع الصناعي عن التجاري عن الخدمي نسبيا ولكن جميع المشروعات تحتاج إلى ما يلي أول حاجة لازم يكون عندك تصميم داخلي للموقع وإيه الديكور اللي هتعرض به المنتجات بتاعتك إذا كنت هتبيع في نفس المكان مش للتصنيع فقط تاني حاجة التركيب والإجراء الاختبارات والتجارب قبل الافتتاح وبدء التشغيل لعله عسل أن تكتشف أن في حاجة مثلا تأثر على سيولة الإنتاج أو طريقة العرض فتبتدي تعيد هذا العمر قبل الافتتاح نبدأ بالتصميم الداخلي سواء كان مصنعا أو متجرا أو معرضا أو مطعما أو مستوصف صحي أو مكتب للتسويق إلكتروني أو أيا كان إيه هو النشاط يقصد بالتصميم الداخلي إعداد الترتيب الخاص بأماكن التسهيلات الإنتاجية داخل المساحة المتوفرة التي غالبا ما تكون محدودة بشكل ما بشكل يحقق إنسابية العمل والحد من معوقات الحرقة والمناولة وتعطيل الإنتاج وفي بعض الحالات تكون هذه المهمة أسهل عند شراء مشروع قائم ناجح بشكل جيد لأنه قد يتطلب فقط إجراء بعض التعديلات البسيطة أيضا في حالة حقوق الامتياز تتم عملية التجهيز بشكل أوضح وأيسر لأنها تتم حرفيا تبقى لتعليمات منح الامتياز زي ما تعرضنا في الفصل الثالث والربع وبالصفة العامة يجب أن نستعين بالمتخصصين في هذا المجال الناس اللي لهم علاقة بالطاقة أو بالأمن الصناعي أو بالأرضيات أو بالحواط أو بالنجارة أو بالمعادن أو بالتبريد أو التسخين أو الكهرباء أو الإنترنت أو توصيلات المية أو الغاز أو الصرف الصحي وتوضيح الصور ومدى اختلاف تجهيزات أو التصميم الداخلي لمجالات النشاط المختلفة وفي الحالة دي بنعتبر مثلا أن التست بتاعنا هو أن نعمل سيميوليشن لنفس الطريقة اللي هنشتغل بها بعد الافتتاح ونشوف هل فيه أي مشكلة ولا لا فمثلا لو افترضنا أن نعمل دواجن يختلف عن مزرعة تسمين العجول أو عن المكتبة أو عن المصنع مما يقادي إلى اختلاف طبيعة وخبرات الفنيين المطلوبين لتجهيز المشروع يبقى منها على المجال اللي حضرتك هتشتغل فيه بتجيب أفضل ناس يقدروا يساعدوك في تجهيز هذا المشروع وننبه مرة أخرى إلى أن ضرورة البيت بأخذ موافقة صاحب المكان في حالة الأماكن المؤجرة وأن أنت مثلا ممكن تختار مكان فيه مثلا عمود كبير اللي هو أساس العمارة وحالك تبقى عايز توسع المكان فهتقول أنا ههد العمود ده في العمارة تيه تتحدى علينا كلنا ففي الحالة دي مش هتنفع يبقى لازم تاخد إذن صاحب المكان في أي تعديلات أساسية عشان بعد كده ما تقردش إلى أي مسائلة قانونية أو حاجة تؤدي إلى الخلل باشتراطات الأمن والسلامة وترجع أهمية قرارات التنظيم الداخلي إلى صعوبة تعديله أو تغييره على المدى القصير لو جيت كربت أن أنت تشتغل في مجال الدكورات أو التنظيم الداخلي التعديل بتاعها مكلف جدا لأن التغيير حاجة والتعديل حاجة أن أنت تغير مكان من مكان أن أنت تشيل آلة تحط جنبها آلة ده موضوع سهل لكن أنت تعيد ترتيب الموضوع من الأول جديد تكلفة باهزة جدا وتتعدد أشكال التنظيم الداخلي للتسهيلات الانتاجية التي ترتبط بالنظام الانتاج المستخدم في العملية الانتاجية وتوجد ثلاثة أشكال شائعة النوع الأول التنظيم على أساس خصوص الانتاج يعني تنظم العمليات الانتاجية في شكل متتابع مرحلة الأولينية مثلا تغطيع المرحلة الثانية للتشتيب المرحلة الثالثة للتغليف مثلا أو النوع الثاني التنظيم على أساس الأقسام الوظيفية مثلا تشوف في مثلا محلات أو مصانع الملابس قسم الباترون اللي هو بيعمل البروفا الأول وبعدين تقص القماش على قد البروفا ثم تبتدي التركيب والخياطة والكي والتغليف وهكذا أما النوع الثالث التنظيم على أساس الأماكن السبتة للانتاج حيث يتم تحديد موقع ثابت للعمليات الانتاجية في حالة المصانع الضخمة والمنتج النهاية بعد كده بتعمل إجراء الاختبارات في النهاية علشان تتأكد أن كل شيء من الآلات والمعيدات حتى المكيفات محطوطة في المكان المناسب لها علشان تقدر تمارس عملك كما ينبغي بالنسبة بقى لترويج وتنظيم حدث الافتتاح ده بيبقى موضوع مهم جدا لأن حرارة خلاص صرفت المصاريف الأساسية لتأسيس المشروع وعملت تستعالي العمليات بتاعته لكن الكلام ده خلاص فاضله قابق قوسينا أو قدنا يعني من أنه هو يظهر للنور ويبتدي يدخل في حيث التنفيذ والناس هتشوفه ويطلع المشروع بتاعك للنور يبقى قربة الأعمال بتاعتك على الاجتمال وسيفتح السطار عن جهد ليس بالقليل انت بقى لك شهور واسنين ممكن تكون بتدعف المشروع ده ويقع بعض المهام الجمالية التسويقية اللي هي بالأساس تجعل حفل افتتاح لازم يكون جذاب وجميل ومعلن عند بدء النشاط وجذب الانتباه للعملاء والتعامل مع المشروع وفيما يلي بعض هذه المهام قد يبدأ رائد الأعمال في ابتكار أفكار جديدة مصاحبة لبدء تشغيل المشروع فتظهر مهام أخرى زي تصميم مواد التعبئة والتغليف والكتيبات اللي بتحط عليها اسم وشعار المكان ووسائل التواصل المتاحة معه بشكل يحقق الأهداف الحماية والترويجية في نفس الوقت تصميم حملة ترويجية ان الناس تبتدي تعرف ان في مشروع موجود هنا بشكل معين تساعد الحملة الترويجية دي في ان انت تبدأ افتتاح المشروع بتاعك يريد يكون قابلها بوقت كافي علشان تحقق الغرض منها وان هي بتدي تجذب انتباه العملاء مبكرا للمشروع وتحفزهم ان هم يتعاملوا معاك بشكل أسرع وبالتالي تقدر تلاقي إراد وتولي الدخل معين علشان تقدر تستمر في مشروعك ولما بيكون ان انت بتستولي على مشروع قائم وتبتدي تعمل فيه عملية تطوير ممكن تستفيد من قاعدة العملاء القديمة اللي كان موجودة مع صاحب المشروع القديم بحيث ان انت تكمل على نفس القاعدة دي وتبتدي توسعها لان انت هتخش سوق مستهدف وطبعا اكيد ليك شريحة معينة محتاج تسيطر عليه طبعا لازم تبقى واخر بالك ان فيه اربع ناصر اساسية لازم تركز عليهم فيه برنامج الافتتاح بتاعك اول حاجة المنتج اللي هو البرودكت تاني حاجة التسعير اللي هو البرايس تالت حاجة اللي هي الترويج اللي هي البروموشن رابع حاجة اللي هي التوزيع اللي هي المنتج فيه احنا بتسميه حتى فور بيز يعني اول حاجة يقصد بالمنتج هو مزيج المنتجات اللي حدك هتقدمها وده طبعا كنت انت بحدده في الفصل الخامس اللي هو في خطة الاعمال وتسمي المنتجات دي باسامي او تحطلها علامة تجارية ولازم يكون عندك تنويع في المنتجات علشان طبعا احنا بنمشي في عملية الاستهلاك بصفة عامة ان لو لا اختلاف الاسواق لبارة السلع لازم توفر اكبر من بديل علشان الناس تقدر تختار ما بينهم التسعير مستويات اسعار المنتجات وطريقة السداد والخصومات المناسبة لقدرات العملاء المستهدفين في اسواق محددة وظروف منافسة معينة النقطة الثالثة اللي هي الترويج يقصب بها عناصر المزيج الترويجي والاعلان والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات والنشر والتي سيتم الاعتماد عليها للتعريب بمنتجات المشروع سواء بشكل مادي او الكتروني تبقى لسريب الترويج المحددة بخطة الاعمال اخر حاجة اللي هي التوزيع ان حالك تبتدي تجاهز قنوات للتوزيع بتاعتك وتبشوف حالك هتعتمد على ايه ولازم تعلن ده للمستهلكين بتوعك فاذا كان التوزيع مباشر يتم تخصيص منفذ توزيع مثلا او ممكن يكون عندك نظام اللي هو التوصيل للطلابات في المنازل مثلا فيجب التعاقد مع وسيط او تجيب حد عندك تعينه يكون مسؤول عن هذه العمليات من التوزيع بالنسبة لتصميم حدث الافتتاح تتضمن الحملة الترويجية بتاعتك لحدث الافتتاح او في ليلة الافتتاح يعني ان تكون في شكل مثلا حفلة او ندوة او استقبال اشخاص مهمة او تقوم بقص شريط زي ما هو المعتاد عليه وقد يكون الحدث ده في المشروع نفسه او في مكان عام كفندق او جامعية او مكان اللي انت ناوي تبيع فيه للمستهلكين وقد يكون الافتتاح حادي جدا حاجة قاصرة على الاهل والقارب او يكون في تحضير بالنسبة كبيرة حسب حجم المشروع طبعا وقد يخطط للإعلان عن هذا الحدث للمهتمين به من عملاء او جهات داعمة لبث الثقة لديهم حول جدية المشروع ويعتمد الاتصال على ارسال رسائل مثلا عن طريق البريد الالكتروني او الهاتف المحمول او دعوة شخصية بتوصل للمنازل ومن الممكن الاعتماد على وسائل الإعلان التقليدية كتوزيع مطبوعات او نشرات او دعوات على اهالي المنطقة المحيطة والكتابة على الموقع مثلا زي انتظرونا او كامينج سون سنائتي قريبا او استخدام وسائل إلكترونية كالإعلان والدعاية على الفيسبوك مثلا او السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث ان انت تقدر توصل لأكبر عدد من المستهلكين او العملاء المرتقبين او الحاليين علشان يبتدوا يتعاملوا مع المشروع بتاعك وتبتدي تولد دخل والثقة هتبدأ طبعا من المقدمات لان المقدمات تؤثر في النهايات وتؤدي الى ناتعك